ترجمة نانسي قنقر الاتصال اشتغل تمام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بس حصل كده فبنعتذر له هو كمان وللناس الموجودة عنده في الجروب ان شاء الله يكون تواصلنا معاه المفروض ان هو بينقل دلوقت للجروب عنده بنعتذر له مرة تانية على الوقت اللي حصل خلانا اضطرينا نرجع نبث من الصفحة بتاعتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انا انا مش عارف يبدو ان الصوت كان قطع الفترة الفترة انا كنت عامل ميوت طيب سلام عليكم احمد الله مبدئين زي ما قلنا انا بنعتذر بس لسادة الجروب بتاع مهندس اسلام جروب سيفتي فرست لان احنا كان مفروض نطلع في سيفتي فرست لكن حصل تكنيكال ايش وكده فبنعتذر له مرة تانية وبنعتذر لكل السادة الزملاء اللي متابعين هناك لكن احنا تواصلنا مع مهندس اسلام وحاليا بيتم البث في صفحته من الصفحة بتاعتنا او في الجروب بتاعته من الصفحة بتاعتنا احنا زي ما قلنا النهاردة بنتكلم او بنتقابل علشان بس في مشكلة ظهرت كده بسيطة فيها اختلاف القراء بما يخص موضوع حزام الامان فين بنعلق الحزام مين يعلقوا الريكتورز الناس اللي بتركب سقالات تعلقوا فين تعلقوا ولا لا اليوزرز اللي بيستخدموا السقالة يعلقوا الحزام ولا لا وان هي نوع من انواع السقالات المفروض يعلقوا في الحزام وايه اللي بيحكم الموضوع ده برقم عليه احنا هنتكلم النهاردة من واقع القوشا الاشتراطات والقوانين بتاعت القوشا بتقول ايه بتقول نشتغل ازاي فعلشان كده هنبدأ ناخد الاشتراطات بيعت القوشا ونشتغل عليه ونبدأ نشرح بقى ايه المطلوب بالزبط من القوشا القوشا وهي بتتكلم عن البرسون فول ريس سيستم قالت ان كل امبليي على سقالة ارتفاعها اكتر من تين فيت يعني اه اه عشرة ادم او تلاتة مت فوق ليفل تحت منها لازم يكونوا اه 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 متوفر لهم وسيلة من وسائل الحماية من السقوط على الليفل اللي تحت منهم ده طيب ايه هي الوسائل دي اه ايه هي السقالات دي اللي لازم اعمل فيها حماية من السقوط وايه هي انواع او وسائل الحماية من السقوط اللي خلي بالك في انواع من السقالات لازم استخدم فيها بيرسونال فول ريس سيستم ما ينفعش استخدم ما ينفعش ما استخدمش فيها بيرسونال فول ريس سيستم يبقى مية في المية من الوقت لازم اكون شغال ببيرسونال فول سيستم دي زي ايه حاجة اسمها البوت سوينز تشير الكورسي ده كورسي ده عادات الملوقة زي ما انتم شايفين كده او بيبقى خشب ومشدود كده على قدام رجلين الراجل عامل مثلخ كده لفوق ومشدود بوير لفوق ده اسمه الراجل ده لازم يكون لابس ومتعلق في تاني نازل جنب اللي شايل الشير بتاعه كذلك اللي بالشكل ده اللي تبقى متعلقة بويرات بالشكل ده وكذلك النوع ده من السقلات والنيدل بيم سكافلد النوع ده من السقلات اللي بقى متعلق من ناحية واحدة والناحية التانية على ايه على اي جسم ثابت كجدار او ستيل ستراتشور او اي مكان بيسموه نيدل لانه شبه الابرة وكذلك اللادر جاك اللادر جاك سكافلد اللي هو عبارة عن لادر عادي وبتعلق له براكت زي ما احنا شايفين كده في رجل اللي بتركب على الدرجة دي ورجل بتركب على الدرجة دي وبعد كده بيحط بلادفورم او بيحط ايه الواحي قدر يقف عليه الخمس انواع دول من السقلات لازم يستخدم فيهم مفيش فيها كلام طيب بعد كده بيقول لي كل موظف شغال في يعني سقالة معلقة بواير واحد او بوايرين لازم يكون محمي من السقوط بالوسيلتين لازم لاتنين يتوفروا لازم يكون فيه طب ايه هو اصلا السنجل بوينت والتو بوينت ده السنجل بوينت عبارة عن سقالة معلقة بواير واحد فقط لا غيره والواير التاني ده اللي يعلق فيه بتاعي ليه عشان لو قدر الله والواير الاولاني ده اتقطع يفضل الراجل ده متعلق في التاني ونفس الكلام ينطبق في حالة الايه ممتاز جدا امتى تاني بستخدم البرسونال فول ارس سيستم قال لي فيه حالة اختيارية فيه حالة اختيارية انك تستخدم بيرسونال فول ارس سيستم او جارد ريل سيستم احنا كل اللي فات ده لازم تستخدم فيه بيرسونال فول ارس سيستم مفيش فيها كلام مرة مش محتاج جارد ريل سيستم ومرة محتاج جارد ريل سيستم طب هنا هنا بيقول لي لو انا عندي سقالة زي كده عليها هندريل وميدريل ممكن استخدم person full arrest system او ممكن ما استخدموش انا حر طالما فيه guardrail system بس قال لي هنا في الحالة دي او في الكيسة دي في ال break laying operations اللي هو الناس البنيين شايف البنة ده البنة ده الجهة اللي بيبني فيها ما فيهاش هندريل ولا midrail الجهة اللي هي نحية جوة من السقالة طبعا الجهة دي عليها هندريل وميدريل اذا ال guardrail system لكن الناحية اللي شغال عليها القوشة بتقول لي انه لا يشترط في الحالة دي ان الراجل ده علشان لو هو شغال يعني على الجهة او على السايد من السقالة المفتوح وبيبني في طوب لا يشترط ان انا اعمله لا guardrail system ولا personal full arrest system ممتاز جدا اخلي بالي كويس جدا كذلك من قانون العمل المصري قانون العمل المصري نص على انه لازم السقالات والمشايات تكون بعرض كافي يسمح بمرور العاملين عليها بامانتون دون التعرب للسقوط كما يجب كما يجب احاطة السقالات او المشايات بحواجز جانبية اذا كان ارتفاعها يزيد عن اربعة متر من مستوى الارض يعني اي سقالة ارتفاعها اربعة متر لازم كنا نتكلم عنه طيب سؤال بقى لينا كلنا انا عايز اعرف الجماعة دول اللي بيبنوا السقالة دول وضعهم كده صح ولا خطأ كده عندهم مشكلة ولا لا طبعا الناس معظم الناس انا مش شايف التعليقات بعتذر علشان انا بس في مشكلة تكنيكا كده في البث لكن معظم الناس هتقول لي طبعا الوضع ده وضع غريب جدا ازاي راجل واقف طيار كده في الهوى والراجل ده واحد معلق حزام هنا تحت رجله واحد معلق فوق والتاني ده مش معلق خالص حطين لوح او لوحين كلام زي كده هل ده يتطابق مع قوانين القوشة ولا لا تعالوا نشوف القوشة قالت ايه وبعدين نتنقش في النقطة دي شوية او نتكلم فيها شوية القوشة قالت من سبتمبر سنة 97 ان صاحب العمل صاحب العمل shall have a competent person لازم يكون عنده شخص اسمه competent person الشخص ده مخول او له authority او الصلاحية انه يحدد feasibility feasibility اللي هي الجدوى انه ايه الموضوع ده وضع عامل ازاي بالنسبة لي safe ولا unsafe اضراره زي فويده ولا اكتر ولا اقل وهكذا من اللي يحدد قال ان الemployer لازم يكون عنده competent person دي شغلته طب يحدد ايه بيقول لي هيحدد feasibility and the safety of providing full protection for employees erecting or dismantling supported scaffolds يعني الشخص الوحيد اللي من حقه يحدد الناس دي تستخدم personal for arrest system ولا لا هو competent person اللي بيعينه الemployer يعني الكلام ده معناه انه ينفع يبقوا شغالين بالشكل ده من غير ما يعلقوا الحزام الاجابة according to the ocean اه ينفع ينفع ما فيش هي مشكلة خالص لكن مين اللي يحدد competent person طب ما competent person ده ييجي وهو قاعد في قعدة صفة كده يلا يا رجال اطلعوا اشتغلوا لا لقدر الله لو حصل حادث الجهات محتاجة تحقق مع الراجل ده تقول له انت relying on ايه انت اخترت الاختيار انه نازل تشتغل من غير personal for arrest system لازم يكون عندك حاجة وليكن مثلا verification of competency انت محتاج تحدد الناس دي تقدر فعلا عندها من الخبرة ومن الكفاءة انها تطلع تشتغل على سألات بدون ما تعلق حزام الامان طب هو اصلا ايه المشكلة يعني يا عم ما تسدني يعلق حزام الامان وخلاص او اجبر الناس كلها انها تعلق حزام الامان الحقيقة وللأسف يعني دي نقطة احنا شوية مش يعني ما فكرناش فيها ربما لانه ده كان متعرف عليه الفترة طويلة جدا وموجود في كل المواقع او كل الشركات انه لا اي حد يطلع اشتغل على كفاءة لازم يعلق الحزام في حقيقة الامر ان القوش همتقلش كده وده لسبب والسبب هو انه الناس بدأت في امريكا تشتكي وتقول ان حزام الامان بيعقنا اثناء الشغل وبيعمل لنا مشاكل ممكن تأدي ليه ممكن تأدي ان احنا نقع من فوق من غير ما نحس احنا بنبقى شايلين في ادينا عدة انا شايل مثلا لوح خشب عشان اتحرك به الحزام ده معلقني هتخيل مثلا ان انا شغال على فريم سكافول ماشي وشايل لوح ثلاثة متر او اثنين متر وعشرة او اثنين متر او اثنين متر او اي مكان وماشي ايه ماشي باللوح ده وعايز اروح افرده بقى على الحطة اللي قدام شوي ده يخليني اتحرك ما بين كل فريم والتاني وانا معلق الحزام انا شايل طبعا اللوح او اللوحين وماشي بيهم اعلق الحزام اطلع اتحرك قدام وبعدين اروح معلق اللينيارد التاني ارجع ورا اروح فاكك اللينيارد ده وماشي تاني وارجع علق او احط الواحي اللي في ايدي عشان افك وعلق فبدأ الناس دي تشتكي وتقول ان ده بيسبب لنا مشاكل اخرى يترتب عليها ارهاق واحنا بنشتغل على ارتفاعات لان احنا بنشيل ماتيريال وبنتحرك فيها بنتحرك بيها ثانيا الوقت الضخم اللي بيضيق بسبب الموضوع في حين ان احنا عندنا من القدرة ان احنا نعمل ده بدون ما نبقى مستخدمين بناءا عليه من سنة سبعة وتسعين قررت القوشة او غيرت القوشة الريجوليشن دي وقالت ان صاحب العمل لازم يكون عند الشخص ده هو اللي بيحدد الفيسبلتي والسيفتي بتاع انه الناس دي يطار تلبس ولا ما تلبسه فالشخص ده لازم يحط لنفسه سيستم يمشي عليه يعني يحدد مثلا اه والله الناس اللي هي بتشتغل في السألات في الاريكشن او في تركيب السألات من خمس سنين فاكتر انا هتديهم مثلا يقدروا اشتغلوا بدون البرسون فولاريسس الناس اللي هيقل من كده محتاجين ياخدوا كورس تدريبي بصفته واحد اتنين ثلاثة ومحتويات واحد اتنين ثلاثة ايا كان الطريقة اللي هو هيحدد بيها فهو ده الشخص المسؤول وده فقط يا جماعة للإركتورز والديسمانتلرز الناس اللي بتركب السألة واللي بتفك السألة وليس لليوزرز انا بس حبيت اجل للنقطة دي لانها نقطة مش متعارف عليها كل الناس او معظم الناس يعني فهمة انه لا ما ينفعش اي حد يطلع شعر تفعات بدون ما يبقى لابس حزام امامن بس الحقيقة مش ده اللي القوشة بتقول طيب هو ايه بقى البرسونال فولاريس سيستن ده المشهور ايضا او المعروف انه البرسونال فولاريس سيستن ده هو حزام الامان والحقيقة الحقيقة ان الفول البرسونال فولاريس سيستن ده مش حزام الامان حزام الامان جزء من الفولاريس سيستن تعال نشوف هو يعني ايه بحسب الديفينيشنز اللي في القوشة القوشة بتقول لي ان البرسونال فولاريس سيستن اللي بيرمزوله بي اف اي اي اس ده سيستن بيستخدم علشان يمنع او يوقف الحركة حركة السقوط بتاعت الشخص اللي شغال على ليفل معين طيب بيتكون من ايه سيستن ده عشان كده اسمه سيستن بيتكون من انكوريج او انكوريج بوينت شيء بعلق فيه او نقطة تعليق كونيكتورس اه وسائل توصيل او ادوات توصيل بادي هارنس ده الحزام بقى خلي بالك ده بس الجزء ده بس هو الحزام بادي هارنس and may include a lanyard ممكن يكون فيه lanyard وممكن لا ممكن برضو deceleration device ايه deceleration device دي دي device شغلتها انها تعمل التباطق بالسقوط اللي هي بمعنى اصح يا اما الشوك absorber ده اسمه deceleration device يا اما الدرام اللي بيبقى بيمتش اللي بنسميه احنا personal retracting device بنسميه retracting device وكذلك ممكن يحتوي على lifeline او ممكن يحتوي على combination من ايه من كل الحاجات دي طيب يبقى ال personal arrest system عشان كله هيكون على ده يا جماعة لان القوشة بتتكلم على system كله جزء منه فقط هو الحزان زي ما احنا شايفين كده ده anchorage اللي هو هنا ibeam اللي فوق ده هو ده anchorage ده anchorage connector strap اللي لافف حوالي نفسه ده ممكن برضو اطلق على الجزء ده هو anchor حل طيب ده الجزء الاولاني من system الجزء bodywear اللي هو بيسميه ايه الحزام الامان ده ثم في جزء بقى بيطلع من حزام الامان يروح لفين يروح للanchor point او للanchor connector ده اسمه ايه اسمه ده اسمه ممكن يبقى حاجة تانية اه طبعا ممكن يبقى ممكن يبقى ممكن يبقى اي حاجة تانية خالص فالسيستم بتختلف مكونات هنعرف دلوقتي ايه الاحتمالات الاخرى اللي ممكن يتكون منها السيستم ده طيب طب ايه lifeline lifeline قالتلي الاوشا انه component او مكون يتكون من flexible line يعني line marine that connects to an anchorage متوصل في anchorage at one end to hang vertically يبقى vertical lifeline يعني لو هم متوصل بنقطة اعلى ونازل vertically بقسمه vertical lifeline اللي هو ده اده ناس وقف ايه وفي lifeline جاي من فوق اهو يبقى هو متعلق من فوق وسايب من تحت فده اسمه vertical lifeline يعني من النهاية دي ومن النهاية دي في الحالة دي بقسمه horizontal lifeline ماسك في نقطة من هنا وماسك في نقطة في الاخ كويس جدا وشغلته انه بيرتبط او بي اتتش او بنوصله باحد اجزاء هو اصلا جزء من اجزاء حلو الكلام طيب ايه الانكورج يا عمي وش قالتلي ان الانكورج ده عبارة عن يعني نقطة ثابتة مش مش له يبقى بيركب هنا تلات اجزاء ممكن يركب اللي احنا كلنا عارفينه اللي الحبل اللي في اخ هو ممكن يركب في ممكن يركب في او ممتاز طب ايه القوش عرفته خلي بالك ده الواحد وكده اسمه بادي هارنس من غير اي حاجة القوش عرفته ان عبارة عن الاجزاء دي كده اسمنا ستراب 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 هتوزع القوة الناتج عن السقوط على ايه على الحوط على الوسط على الفاخذين على الصدر على الأكتاف لما تكون متوصلة ببقية اجزاء الايه المتاز ايه الانيار هو ده الانيار معليش احنا لازم نجو ثرو الديفينيشنز علشان ما ما يبقاش عندنا تصورات خاطئة عن اي حاجة واحنا بنتكلم بعد كه نبقى فاهمين بالظبط احنا نقصد ايه بكل كلمة بنقولها فلازم نريفير الاول للديفينيشنز اللي حطاها القوشة علشان نفهم ايه المقصود به فبيقول ان اللينير اللي هو الجزء ده ابارة عن او حبل ويرو ده ممكن يبقى ممكن يبقى نفس المادة دي كده اشتاز يبقى حبل ده اسمه اللي هو الكارابينر ده اللي بيمسك في ورا وده كونكتور برضو اللي هو الهوك اللي احنا شايفينه ده تمام ممتاز جدا اه بيقول لي هنا خلي بالك من ناحية بيوصل بال ومن الناحية التانية او لي طيب ايه بقى انت قلتلي من شوية هنا قلتلي في وفي طب ايه هو الموضوع ده عبار عن ايه يعني قال لي خلي بالك ده في حاجة تانية اسمها من مكونات اللي هي هو ده اللي صدر اللي شكلين يا جماعة زي ما احنا شايفين فيه جزء بيبقى بلوك كبير كده عام زي اللي بتبقى متعلقة في بيم عالي اوكي وبينزل منها الواير ده بينزل منها الواير ده الهوك ده بيسحب وير من هنا كده خلي بالك الهوك ده بيوصل فين من النحة التانية بييجي وراء عند الدي رينج عندك في الحزام انت بتلغي اللين يرد خالص بتاخد المخزر وتاخد الصغير ده وتعلقه في الدي رينج عندك ور بعد كده تتحرك يشد معاك ترجع يلم معاك بس خلي بالك الديفايس دي فيها فيها يد هنا درع وده نوع يعني متقدم شوية شوية علشان ايه الدرع ده علشان لو لا قدر الله حد وقع الناس يبقى سهل تعمله تسحبه تاني بالدرع ده فده حاجة حاجة رائعة جدا يعني فيه نوع تاني فيه نوع تاني من ال self retracting lifelines بيبقى عبارة عن hook ولكن الشد ده او retracting device بتبقى موجودة في الجسم نفسه هنا هنا D-ring بتاعت الحزام بعلق فيها الكارابينر ده وبعد كده بطلع device اهي هي retracting device بروح جواها lifeline كل ما امشي بالhook كل ما امشي بالhook يطلع lifeline اللي هنا ده ويطلع lifeline اللي هنا رجعت بيروح لامم مرة مرة تانية هو ايه اصلا لازمته الكلام ده ماشي الحال طيب نيجي بقى النقطة في غاية الاهمية وهو ده جماعة المحور بتاع lifeline بتاع النهار ده وارجو ان كلنا ننتبه بقى من اول هنا وجايد القوشة عرفتلي حاجة اسمها free fall free fall يعني السقوط الحر يعني ايه السقوط الحر يعني انا رح تجاي ماسك الموس ده كده ورح تجاي سايبه الموس ده كده من اول ما سوابع ثابته حصل له free fall حصل له سقوط حر سقوط حر يعني سقوط يعتمد على وزنه فقط لغير ممتاز القوشة عرفتلي وقالتلي the act of falling هو فعل السقوط before a personal full arrest system begins to apply force to arrest the fall يعني لما واحد يبقى متعلق في حزام اهو الشخص ده متعلق في حزام هنا اهو واقع اول ما يقع لحد ما يبدأ full arrest system آسف لحد ما يبدأ الشوك absorber مثلا يفتح قبل ما يفتح ده اسمه كده حصل free fall اول ما يفتح ما بقاش في ريق دلوقت بقى متأثر بالمقاومة بتاعت بتاعت الشوك absorber تعالوا ناخد كده الصورة دي توضح لنا شوية الراجل الطيب ده متعلق زي ما مش self retracting lifeline أو linear لا ده linear عادي حل يعني طوله ثابت مش بيتلم ما فيش عليه tension حل وخلص الراجل ده وهو واقف هنا وقع لتحت وقع من هنا نزل هنا اللي حصل ان linear مفروض على الاخر بعد ما كان فيها slack ده اسمه slack التانية اللي في linear دي slack يعني موش مجدود مش tension فكان في slack حتة ميلة كده فاول ما راجل وقع الحتة الميلة دي اتفردت فضلت تتفرد تتفرد كل ما راجل بيقع لتحت المسافة دي ايه ال linear ده بيتفرد يتفرد الى مرحلة انه بقى ايه totally vertical هو رأسي بشكل كامل اهو كله مفروض ما فيش في اي slack وخلي بالك عند النقطة دي لسه shock absorber ما فتحش هو عامل لي post كده على الراجل موقف لي حرابته الفول بتاعه ولسه الشock absorber ما فتحش طيب فالمسافة دي شايف ال D ring هنا linear جاي متعلق هنا في D ring وبعدين الراجل وقع لحد ما linear تفرد عند D ring المفروض عند اللحظة دي بقى بدء من اللحظة دي يبدأ الشock absorber يفتح فيقلل الايه يقلل الفول لا احنا free fall distance ها المسافة بتاعت السقوط الحر بنحسبها لما يكون linear بالكامل مفروض قبل ما الشock absorber يفتح ارجو النقطة دي تكون واضحة لاني دي اهم النقطة على الاطلاق ماشي يبقى free fall distance هي المسافة ما بين D ring في الوضع العادي اللي الشخص مرتدي فيه ال personal fall risk system كاملا وما بين level بتاع D ring لما linear دي يبقى مفروض بالكامل وقبل دخول الشock absorber في مرحلة انه يبدأ ينجيج يبدأ يدخل في السيستم the vertical displacement المساح الإزاحة الرأسية of the fall arrest attachment point on the employee body harness اللي هي D ring كل الكلام ده كده معناه D ring between ما بين onset of the fall اللي هو الوضع ده كده اللي هو الوضع ده and just before ويدوب قبل the system begins to apply force to arrest the fall يبقى المسافة هنا بين D ring في الوضع العادي والD ring في الوضع بعد ما الراجل ده سقط وقبل ما الشوك absorber يفتح دي اسمها free fall distance ممتاز طيب ايه بقى free fall distance دي واحنا ليه بنتكلم عنها احنا بنتكلم عنها علشان هو ده محور اللي في النهار ده اعلق حزامي فين لو القوشة احنا عرفنا القوشة قالت امتى نستخدم أصلا personal مشكلة ألزمتني بمكان تعليق الحزام او personal full arrest system ازاي القوشة قالت لي ان personal full arrest systems when stopping a full علشان توقف سقطة او وقع الشخص لازم يتغفر الات لازم يتغفر الات رقم واحد ان arrest system ده يكون متعلق في مكان من خلاله الemployee الراجل اللي لابسه كان never fall free fall more than 6 feet يبقى ما ينفعش free fall distance دي باي حال من الاحوال تزيد عن 6 قدم ده الايه ده الشرط الاولاني طب ايه الشرط التاني الشرط التاني انه ما ينفعش الشخص ده يصطدم بالارض يبقى انا امتى استخدم personal full arrest system لو يتحقق فيه شرطين الشرط الاول انه يكون معلق فيه مكان يترتب عليه ان free fall distance لا تزيد عن 6 قدم باي حال من الاحوال والشرط والشرط التاني انه الشخص ده ما يصطدم باي lower level تحت منه طيب تعالوا ناخد كذا كيس كده نعرف القصة دي معناها ايه وامتى بيتحقق الشرط التاع ال 6 foot هو ده اللي هنتكلم عنه النهار ده free full distance of 6 feet ده اللي هنتكلم عنها النهار ده فالكيس الاولانية طبعا ده ده دي ring يا جماعة اللي بيبقى ورا هنا اللي يقدر بتبقى متعلقة فيه الكيس الاولى ان تكون فوق دي ring هنا زي ما شرحنا موجودة هنا كده طيب فلو انا معلق هنا وال دي ring هنا هو القوشة بتفترض ان طول الانسان او الشخص ستة ادم وبتقول لي ان دي ring دي او نقطة اتصال ال مع ال بادي هارنس بتكون عند دي ring وان دي ring بتكون في الظهر في مستوى الكتفين فلو الشخص ده ستة ادم يبقى ارتفاع ال دي ring عن ال 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 يبقى بقى هنا ادم حوالي تلاتين سنتي علشان يبقى ده ارتفاع الرجل فخلي بالك ده ثابت معنا ده دايما ثابت معنا ارتفاع ال دي ring ثابت عند خمسة فت خمسة ادم طيب الحاجة التانية الثابت معنا هي طول ال 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 موجود في السوق 95% من ال ال موجودة في السوق 6 قدم هنتكلم عن الحالات التانية بس احنا بنتكلم الاول عن الموجود فال ال ال ان يكون الحزام نقطة التعليق اعلى من ال d ring فاحنا عايزين نعرف ايه اللي هيحصل لو الراجل ده واقع من على البلاتفورم هنا. هيسقط سقوط حر قد ايه? نرجع تاني للفري فول ديستانس المسافة ما بين الدي رينج هنا. ولما الحزام يبقى كله مشدود. فالراجل ده فيه هنا سلاك. ها? لو ده خمسة ادم. الاقتفاع ده كده لغاية الدي رينج خمسة ادم. وطول اللينيرد هنا ستة ادم. ونقطة الكونيكشن هنا عشرة ادم. يبقى الاسلاك ده قيمته قد ايه? قيمته وان فوت. ادم واحد بس. صح? طيب. انا عايز اعرف ازاي ما ما تدخلنيش في في قصص كتير. انا عايز اعرف ازاي احسب الفري فول. هل في قانون احسب بيه الفري فول? الاجابة قال. انا بحسب الفري فول كالقاتي. في اي وضع من الاوضاع بقى? بحسب الفري فول كالقاتي. ارتفاع الدي رينج عن البلاتفول اللي الراجل واقف عليه اللي هو خمسة. ده فابت. ما فيش في كلام. زائد طول اللينيرد اللي هو في الحالة دي كام? ستة. يبقى خمسة زائد ستة. حداشر. نطرح منهم الارتفاع بتاع نقطة التعليق. انا معلق الهوك بتاعي فين? الليفل بتاع نقطة التعليق دي. بطرحهم لاتنين دول. فيبقى خمسة فوت. ارتفاع الديرينج زائد ستة فوت طول اللينيرد يبقى احداشر. هشيل منهم عشرة فوت اللي هو من الانكرونج بوينت يتبقى ايه? يتبقى وان فوت. يبقى الراجل ده لو وقع لتحت هيقع ايه? هيقع وان فوت. ده وضع الراجل اهو قبل ما يقع. وده وضع الراجل بعد ما وقع. نزل بس من الليفل ده وان فوت. يبقى الفري فول ديستنس في الحالة دي ايه? وان فوت. طب فين القانون? القانونة هون. الفري فول ديستنس. الفري فول ديستنس. مسافة السخوط الحر. بتساوي. اللينج اوف لينير. طول اللينير. بلس. الدي رينج ليفل. اللي هو ده. الاتفاع ده. تعدي رينج. ناقص الانكوريج اللي هو هنا عشرة فوت. طيب. دي الكيسة الاولى. لو انا معلق الايه? الدي رينج اعلى من. اه لو لو معلق اسف اللينير في نقطة. اعلى من الدي رينج. فداني وان فوت فري فول. السؤال هل انا كده سيف? ولا مش سيف? من اللي يقول لي? اللي يقول لي القوشة. القوشة قالت ليه? علق زي ما انت عايز بس اهم حاجة ان الفري فول ديستنس. مالها? الفري فول ديستنس ما تزيدش عن ستة قدم. اخرك ان المسافة دي ما تزيدش عن ستة قدم. فاحنا في الحالة دي احنا في السيف سايد. احنا عند وان فوت. طيب. عايزين ناخد الكيسة التانية. وهي ان الانكوريج بوينت نقطة التعليق بتاعة اللينير تكون على نفس مستوى ايه? الدي رينج. اد دي رينج ليفل. وانطبق القانون. القانون بيقول ايه? القانون بيقول لي. ان الفري فول ديستنس بتساوي. رقم واحد طول اللينير. اللي هو برضو كام? ستة. ستة قدم. زائد. ارتفاع الدي رينج اللي هو كام? خمسة قدم. يبقى ستة وخمسة احداشر. نطرح منهم ارتفاع نقطة التعليق. انا معلق فين? لقيت نفسي برضو معلق هنا عند خمسة ايه? عند خمسة ادم. يبقى ستة زائد خمسة. اطرح منهم ايه? خمسة. يتبقى كام? سكس فوت. فالراجل ده لو وقع هنا هيقع. المسافة دي الخمسة زائد السلاك اللي موجود فين? السلاك اللي موجود في اللايف لاي. فلاقيت هنا ان ان الاجمالي طالع كام سكس فوت. وهنا ده الليمت اللي حطا القوشة. القوشة بتقولي ما ينفعش الراجل. يسقط مسافة. يسقط سكوت حر مسافة تزيد عن ايه? عن ستة ادم وبناء عليه. هل ينفع? اعلق الانكورج بوينت دي. او الهوك بتاع اللينيور. او الهوك بتاع السلف ريتراكتينج ديفايس. على مسافة. منخفضة عن مستوى الدي رينج اللي في ظاهري? اكوردين تو قوشة. الاجابة لأ. مانفعش. لان ده الماكسيمون بتاعي اهو اللي انا حققت. ده حققته لما كان لما كان التعليق على نفس ليفل الدي رينج. على اكتفاع خمسة فوت اللي هو مية وخمسين سنتر. ماشي الحال? طب تعالوا بالمرة ناخد الايه? الكيس التالتة. لو انا علقت حزامي هنا على الفوت ليفل. على الليفل بتاع هجلية ده عندي صفر. عايز اعرف الفري فول ديستانس قد ايه? نطبق نفس القاعدة او نفس المعادلة. الفري فول ديستانس مسافة السقوط الحر هتساوي طول اللينير سيكس فوت بلس ارتفاع اللي هو كام? خمسة يبقوا كام? حداشر. ناقص. ليفل الهوكينج او او الانكوردج بوينت اللي عند صفر. يبقى مسافة السقوط كاما جماعة? حداشر فوت. حداشر فوت. وده طبعا ايه او بيتخطى او بيتعدى السيكس فوت آآ آآ فري فول ديستانس اللي محددها القوشة. بناء عليه? انا ينفع اعمل كده انا ما ينفعش. اللي جبنة ما ينفعش. لانه ببساطة انا عديت الحد المسموح بيه في قوشة. طيب. بالاضافة طبعا الى ان انا كل ما نزلت تحت اه بالاضافة للموضوع ان انا عديت الفول بيحصل لي حاجة اسمها البندلم افكت. اللي هو التأثير البندول. وده بيديني قوة ضخمة جدا ان انا ايه اتخبط يمين وشمال. لان مسافة طويلة اللي انا بقعها. بقى حداشر فوت. ماشي يعني اكتر من ثلاثة متر. اه ده بيديني ايه? قوة افضل رايح جاي بقى اخبط في ساعة. اه بقى يكونت احتميني حاجة تانية اخبط فيها. فهيؤثر كمان سلبيا في اتجاهات تانية غير ان انا عديت اللي القوشة قالت عليه. طيب. هل في حلول? اعمل ايه طيب? يعني الناس بتاعت السقالات لو احنا قررنا ان احنا هنتماشى مع القوشة قالتو. ان احنا مش هنتماشى مع القوشة قالتو. ان احنا نسيب الناس بتاع السقال تشتري من غير. وانه لا كل الناس بتاعت السقالات لازم تلبس. طب هعمل ايه? عالج الموضوع ده ازاي? وحفظ في نفس الوقت على القوشة. انا عملت جدول صغير هنا. اه بنتكلم فيه عن متغيرين اتنين. ما فيش ما فيش زيادة عنهم. المتغير الاولاني هو طول الايه? يعني لو احنا جينا تاني نروح للمعادلة كده معلش? اهي المعادلة? المعادلة بتقول لي ان الفري فول ديستانس ها? بتساوي زائد ناقص الانكورتج بوينت. ايه اللي ممكن اغيره هنا يا جماعة عشان اتحكم في الفري فول ديستانس? يا اما طول اللينيرد ها? يا اما الانكورتج بوينت ليفل يا اما استخدم لينيرد اقصر يا اما علق في نقطة اعلى. ما فيش ما فيش حاجة تاني غير الاتنين دول. عشان احقق السكس فيت ايه? في فول ديستانس مزبوط? ده اللي انا عملته بالزبط. لو احنا جينا هنا. غيرنا في الليفلز بتاعت الايه? الليفلز بتاعت الايه? الانكورتج بوينت مكان التعليق. وهنا غيرنا في الطول بتاع الايه? الشوك ابزوربينج لينيرد. قال لي لو انت على الدي رينج ليفل لو انت هتعلق الانكورتج بوينت هتعلق الهوك بتاعي على نفس مستوى الدي رينج وبتستخدم حزام سكس فوت هيبقى انت الفري فول بتاعك كام? ستة. بقى انت في السيف سايد ممتاز جدا. طيب لو جيت علقت نفس نفس السكس فوت لينيرد ده على انكورتج بوينت ستة فوت يعني اعلى من الدي رينج بوين فوت هيبقى الفري فول بتاعك كام? خمسة هيقل وهكذا. طيب. لو انا عايز اعلق الحزام بتاعي على مستوى تحت الدي رينج. يعني الدي رينج هنا عند خمسة انا عايز اعلق الحزام بتاعت عند اربعة. ينفع? اه ينفع? ازاي? اده اده الليفل بتاع اربعة. اده الليفل بتاع فور فوت. هاجي في في اللينيرد اللي طولها ستة فوت مش هينفع هستخدمه لان الفري فول هتكون عدد. هتكون بقت سبعة. لكن لو مشيت كده شوية هلاقي ينفع اوصل لفري فول سكس فوت لما استخدم حزام طوله قد ايه? لينيرد طولها قد ايه? طولها فايف فوت. متر ونص فقط. طيب. ينفع اعلق الهوك بتاعي على ليفل تلاتة فوت بس? تسعين سنتي? اه ينفع. بس مش في الايه? مش في اللينيرد ستة ولا خمسة. لو استخدمت لينيرد ايه? لو استخدمت لينيرد فور فوت. طيب ينفع على ليفل اتنين? اه ينفع. على اتنين فوت على ستين سنتي تحت كده. لكن ده امتى لما استخدم لينيرد طوله ثري فوت. طيب ينفع على لين فوت? الاجابة لا ما ينفعش. طيب ليه? ليه ما انا ممكن استخدم تو فوت مفيش اصلا. انت لو عملت هنا عندي تو فوت. لو فيه يعني عندي تو فوت لينيرد. ها? وشديته كده هو رأسي من الدي رينج اللي ورا. من عندي خمسة هتوصل عندي ليفل كامل? عندي ليفل تلاتة. فمش هيجيبك. مش هيجيبك اصلا. ماشي الحال? هتضطر ترجع تاني هنا. تضطر ترجع تاني هنا. عندي تلاتة يديني خمسة. ابقى في السيف سايد دس. فاذا? اقل حاجة اقدر اوصلها هنا هي اتنين فوت. عشان تحقق لي الستة ادم اللي جوه الايه? القوشة. وده لما استخدم حزام تلاتة فوت. طبعا انا بديك بس حاجة هاركوثيتك كده او افتراضية. لانه تلاتة فوت ده تسعين سنتي يعني حاجة صغيرة قوي. يعني انه هتحد حركة الشخص اللي بيشتغل بشكل غير طبيعي يعني. لكن انا بحاول اوريك ايه هي او المتغيرات اللي ممكن اتحكم فيها علشان امنع الايه? اه علشان اتماشى او اكمبلاي مع الايه? القوشة بتاعت انها حددت الفري فول ديستانس لستة ادى. ممتاز جدا. الحاجة الالطف من ده كله ان انا اعلق عالدي رينج او فوق. طول ما انا بعلق عندي الدي رينج او فوق انا في السيف سايد خلاص باي طول بقى. لحد ستة فوت طبعا لينير دي يعني. طيب. انا عامل اه كده يا شيت صغير علشان انت ماتتوهش في التفصيلة دي خالص. عامل كالكوليتور صغيرة كده. اه هيحطها ان شاء الله مهندس اسلام اه في 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 الكومنتز بتاعت اللايف بعد ما نخلص. فيها الكالكوليتور دي. انت بتدخل فيها طول اللينير. وبتدخل ارتفاع اللي هو خمسة. وبتدخل نقطة التعليق بيطلع لك الفري فول ديستنس قد ايه. لو لقيت الخانة دي فضلت خضرة يبقى انت في السيف سايد تقدر تعلق. تستخدم طول اللينير دي ده وتعلق على الليفل ده. طلعت حمراء اعرف ان الخانة دي طلعت لونها احمر اعرف ان ده معناه ان انت عديت الحدود بتاع القوشة الفري فول ديستنس بتاعتك زادت عن ايه? زادت عن اه ستة ادم. طيب. تعال نشوف الكيس دي كده. الراجل المحترم ده شغال بيبني سقال اهو تقريبا او كده. ورابط حزامه هنا على مستوى ايه? تقريبا ثري فوت. هو بيقول لك اهو. الانكورج بوينت عند ايه? عند تلاتة ادم. فبيقول لك كده الراجل ده سيف ولا مش سيف? ده السؤال. هل الوضع ده كده سيف? ولا مش سيف? هنعمل ايه? هنعمل المعادلة. ناسة اقال ليه المعادلة حالا. المعادلة بتقول لي ان طول اللينير هو نفس اللينير. ستة ادم. زائد. ارتفاع دي رينج اللي هو خمسة ادم. ده كده كام? حداشر. ناقص. تلاتة ادم اللي هو نقطة التعليق اللي هنا دي. يبقى كده كام? يبقى كده تمانية ادم. يبقى انا كده سيف ولا مش سيف? الفري فول بتاعتي هتبقى تمانية ادم. يبقى سيف ولا لا? الاجابة لا. لان انا هكونت عديت الايه? الستة ادم اللي حطيتها القوش. بس خلي بالك انا لازم اخد بالي ان الكلام ده كله ينطبق في حالة ايه? في حالة ان نقطة التعليق على نفس يعني على نفس النقطة او الاكسس اللي شغال عليه الشخص. يعني التعليق ما يبقاش هنا. التعليق يبقى هنا. او يبقى هنا. او يبقى هنا. او يبقى هنا. فالتلاتة دي مش وراء. ليه? عشان ده اثر طول اللينيارد هو. هو لما يجي يقع من هنا كده ما فيه طول اللينيارد قصر. فهنا ما ينفعش اقول ان طول اللينيارد كامل. لازم اشوف طول اللينيارد من حيث النقطة اللي هقع منها. يعني لو احنا رجعنا هنا تاني كده. ها? الراجل هنا. خلي بالك بيقع هنا على طول. مش اللينيارد وراء. النقطة التعليق وراء بعيد او في حتة تانية. لا. ده هو دي فوقه. تقريبا نفس الاكسس اهو. لزيك لما وقع وقع كده عيدة لهو. عشان كده بنحسب الايه اللينيارد. لكن في حالتنا دي. في حالتنا دي احنا محتاجين برضو نعرف. المسافة دي هتبقى قديل انه هيجي يتعلق على الهندريل هنا لما يقع. هيبقى من اول الهندريل ده نبدأ نشوف طول الايه. هيعتبر هي دي نقطة التعليق بقى. لما يجي يقع هنا كل الطول ده هيبقى في الضياعة مش محسوب معانا. هيبدأ الطول ايه من اول هنا كده. هتبقى دي هي تعتبر نقطة التعليق. تمام? طيب. هل احنا كده خلصنا الموضوع? احنا كده اتفقنا مبدئيا اننا عشان حل اي مشكلة بخصوص موضوع الفري فول والالتزام بالاوشا ريجوليشنز. لازم اتأكد ان انا معلق حزامي فين? الهوك ده موجود فين? الهوك ده موجود على مستوى ديرينج او? اعلى. على مستوى ديرينج او? اعلى. طيب الناس بتاعت ما عندهاش اصلا مكان اعلى. دول لسه بينشئوا السقال هيعلق فين? الاجابة قلناها من شوية ان الاوشا بتقول انه لا يشترط ان الراجل ده يلبس بيبني السقالة او بيهدها. ده مبدئيا يعني اللي بيحدد لازم ولا مش لازم مين الكمبيتنت بيرسون اللي عينته الشرك. جميل. طب هل في طريقة الناس يتعلق فيها? اه ينفع يعلقوا بوسلتين. يا اما بلايف لاين جاي من فوق من على المبنى. يا اما بلايف لاين هوريزونتل جاي من نقطتين ايه انكور جي مين وشما? طيب في طريقة تالتة يا ترى يقدر يعمل بيها? الاول انا اصلا عندي مشكلة في ان الراجل ده حتى لو عنده اه نقط في السقالة يقدر يعلق فيه. القوشة قالت انه يقدر يعلق في في اي ايه 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 يقدر الراجل ده يعلق فيه. بس القوشة حطت الشرق غريب جدا. القوشة جات قالت لي انه الانكورجس او نقط يعني التفبيت او نقط تعليق الهوك كده. used for attachment of personal full arrest equipment shall be independent of any anchorage being used. يعني هي تستخدم للغرض ده فقط. بس مش دي المشكلة. المشكلة انه قال لي لازم لازم تكون capable of supporting at least five thousand pounds. طبعا الرقم ده رقم ضخم جدا جدا بالنسبة لمكونات السقال. رقم ضخم جدا بالنسبة لايه? لمكونات السقال. بناء على الكلام دهو في كذا جهة بعت التحذيرات للناس بتوعها. يعني في عندنا في عندنا بعت technical bullet النشرة فنية لكل فيه جهات تصنيعها كتير جدا جدا متدخلة مع الانستيتوت ده. وكذلك يوزر بيخطوف consultation واستشارات وكذا. فراح بعت لكل الناس. قال زي ما حضراتكم شايفين كده. دي نشرة فنية. قال لهم يا جماعة بعد ما لقوش اصدارة الموضوع الخمس تلاف باوند ده. نسمي كده النشرة. use of supported scaffold. اي حد بيشتغل في الايه? في السكافلات السكالات السبورتد. حتى اليوزرز. ايه الموضوع يا سيدي? قال لي السكافلدين شورينج اندفورمج انستيوت هو هنا بيتكلم عن نفسه اللي هو هو مين يعني? بعد كده بيقول لي ان الممبرز اللي هم عبارة بقى عن المصنعين واليوزرز والجهات المختلفة اللي بتتعامل مع السكالات يعني دي مشكلة او نقطة نقطة تثير القلق عند الجهات دي كله. احنا اصلا يا جماعة مش عاملين السكالات دي عشان اي حد يعلق نفسه فيها. احنا عاملين السكالات علشان تشيل لوت يعني متوزع بالتساوي مش عشان تشيل ايه? نقطة عليها امباكت بسبب الصدمة اللي هتحصل لما حد يقع. مكونات قليلة جدا جدا من السكالة يعني اجزاء قليلة جدا من السكالة تقدر تشيل ايه? الخمس سلاف اللي محددها القوشة علشان نستخدم السكالة كايه? نستخدمها كانكوريتجو بوينت. حلو الكلام. شود اف بوسبل بي اتتشتو ابرمننت ستركتشر. يعني روحوا علقوا نفسوكو فين? علقوا نفسوكو في اي بيم علقوا نفسوكو في اي بيم علقوا نفسوكو في اه انكوريتجو في حيطة لكن ما تجوش نحية السكالات. الناس هنا من الاخر بتقول يا جماعة القوشة قالت خمس سلاف احنا بتستخدموش السكالات بتاعتنا كايه? كانكوريتجو بوينت. طيب. راحت جات القوشة عملت ايه يا جماعة? راحت جات القوشة مع الدل الكلام ده. تعال نشوف القوشة قالت ايه? لما فيه ناس بعتولها برضو قالوا لها يا جماعة دلوقتي الوضع كذا كذا الكلام ده من خمسة وتسعين مش جديد على فكرة. يا جماعة الوضع كذا كذا وإحنا عايزين نعرف القوشة policy regarding the use of scaffolds as full arrest system anchors. ان احنا نستخدم السألات كنقطة تعليق. ايه الموضوع؟ القوشة ردت وقالت with respect to the question of whether or not scaffolds can be used as anchorage points for personal full arrest systems. please be advised that. we understand the scaffold industry association and the scaffolding shoring forming institute are concerned. احنا فاهمين تخوف الناس دي كويس جدا. that scaffolds and the scaffold components have not been designed to accept the forces imposed by employee force. اصلا احنا عارفين ومتفاهمين الكلام الناس دي انو المكونات بس انا مش معمولة انها تشيل للرزعة بتاعت ايه انو شخص يوقع. we agree that during the erection and dismantling process the typical scaffold is unable to comply with the criteria. احنا عارفين ان scaffold مش هتقدر تشيل الكلام ده. خاصة يعني اثناء التركيب لانه لسه ما فيش تدعيم لاجزاء السألية. which requires the anchorage to be capable of supporting ايه at least 5000 downs. the alternative anchorage criteria referenced in الوشا 502d where i double i او يعني one with two اللي بتتكلم عن اه ان السألة تكون design and installed. احنا فوتنا جزء ولا ايه. system design and installed and used under the supervision of qualified person as part of a complete person or full area system. يعني لازم علشان نعمل كده علشان تقدروا تستخدموا السألات دي حتى لو كانت بعض مكوناتها لا تتحمل الخمس تلاف باوند. احنا بنقول انه لازم يكون في qualified person شخص qualified مؤهل. والقوشا طبعا معرفها ال qualified ده بشوية تعريفات ممكن نتكلم عنها بعد كده. شغلته انه يحسب ويتأكد ان السألة design دي بحيس تقدر تشيل. يعني ايه? يعني مثلا عندي handrail. بس لازم الهاند ريال يكون على ارتفاع اعلى من الديرينج زي ما اتفقنا عشان يحقق بيقول لي لازم الهاندريل الهاندريل ده ممكن يروح عمل له سابورتات مثلا بريسنجز كده تدعمه وتعيد توزيع احمله على ايه? على بقى السألة بحيس يقدر تاني ايه? يوصل ليه? اللي قاله هنا بقى الجديد designed and used under the supervision of qualified person as part of complete personal system which maintains a safety factor of at least two. يبقى الوش بتقول انا لسه عندي كلامي لازم تشيل خمس تلاح باوند. او او الاجزاء اللي هيتم التعليق فيها من السألة طبعا لازم يتحقق فيها الشرط الاولى بتاع الايه? free fold distance six foot. مفيش فيها كلام. لكن هو انا بيتكلم عن السألة اصلا تتحمل ولا ما تتحملش حتى لو علقت فوق تشيل ولا ما تشيلش. فقالك او تبقى design بواسطك شخص qualified يقدر يحسب حساباته ويزبط ال design بحيس يسابورت الايه? الاماكن دي انها تشيل ضعف الايه? ال impact force. وخلي بالك ان ال impact force هنا مش وزن الراجل. ال impact force هي النتشة اللي بتحصل. لان وزن الراجل لو نزل بالراحة على مهله وتعلق في الهندريل مش هيحصل حاجة عادي. لكن لما يروح ناتش ناتش الهندريل يحصل impact force. يحصل arresting force. دي حاجة قوية جدا. ودي اللي الناس بتوعي السألة قالوا عليها مش هنقدر نستوفي القصة دي. فقالوا ان نقدر نتلافى الموضوع ده بان ايه? يديزاين الكلام ده راجل qualified بحيس يحقق شرط الايه? او factor of safety of a of two. حلو الكلام ده اللي قالوه هنا القوشة هو. as part of a complete personal full arrest system. which من تنزق safety factor of a of two and under the supervision of a qualified person. ده كلام جميل جدا. طيب انا عايز برضو اه يعني ازيد الموضوع امانا. امانا. ومعلقش لو انا عندي هندريل على مستوى الدي رينج او اعلى. او يعني بيسموه توبريل بقى لو انا هعمل يعني قطعة تالتة على قطعة اعلى يوصل الدي رينج اللي هو ال five foot طبعا الهندريل يعني بيبقى اخو تقريبا مية وخمساشر سنتي يعني. فطبعا ده مش هينفع علق فيه according لموضوع free food distance تعقوشة. فلو انا هركب مثلا مسورة مسورة تالتة مثلا فوق على ارتفاع الدي رينج او اعلى. هل اعلق فيها? احنا اقولنا محتاجة تبقى supported وفيه qualified person يقول ينفع. طيب. طب اروح الاقمن برضو اروح اعلق فين? اروح اعلق على الاكسس بتاع البوست نفسه. البوست اقوى في اتجاه ال vertical اقوى. لكن الاول عايز اروح للنقطة دي عشان نوضح برضو الحتة دي يا جماعة. ده ده مثلا شكل الهندريل او المدريل او زي ما انت عايز تسميه. وده من احدى الشركات الشركة اسمها safeway المانوال بتاعها في الجزء الخاص باللودز بتاع الممبر ده بالذات. بتاع الممبر ده بالذات. بيقول لي خلي بالك هنا هو. لما انا يكون معلق الهوك بتاعي هنا يا جماعة انا مش بعلقه او لو النتشة دي حصلت ما بتوقعش على على طول الايه? على طول البرندة او على طول المصورة اللي هي الهندريل او او كبا. امال ايه? بتقع في نقطة واحدة بس اللي هي قيمة تخانة الهوك. الحتة الهوك متعلق فيها بس. فاصلا اصلا اصلا اه اليونيفورم لوت بتاع القطعة دي كلها حوالي ستمية سبعة وسبعين لبرا او باوند يعني. احنا كنا بنتكلم في ضعف الايباكت فوس. السنتر لود بقى ان انا احمل اللود على نقطة معينة. السنتر لود ده قد ايه? تلتمية اربعة واربعين ايه تقريبا نص القيمة دي اصلا كمان. طب بس كده? لا. ده كمان اقل ان السنتر لود لازم يقع على مسافة من جسم الممبر لا تقل عن ايه? لا تقل عن اربعة بوصة. يعني عشرة سنتر. يعني ما فعش اصلا تحمل اي لود قيمته تلتمية اربعين باوند على مسافة اقل من عشرة سنتر. وطبعا اصلا الهوك ما بيحققش القصة دي. بالاضافة الى ان اصلا الرقم ده رقم قليل جدا جدا جدا. طيب. ده في الوضع الهوريزونتل طب. في المقابل بقى تعالوا نشوف. البوست. البوست. لو انا هستخدم بوست طوله سبعة فوت. يعني حوالي اتنين متر وعشرة. ده يشيل قد ايه? يشيل اربعة تلاف باوند. اربعة تلاف باوند. which is too high مقارنة بايه? مقارنة بالمنبر على الوضع الايه? على الوضع الافق اللي احنا شايفينه ده. ماشي الحال? بناءا عليه يبقى يفضل ان انا اروح معلق فين? بدأ بدأ معلق هنا. اروح معلق فين فوق. فانا اعلق فين يا باش مواندس ما ما فيش فوق اصلا حاجة علق فيها. ده حزام. ده بوست. الهوك هيروح ايه? الهوك هيروح نازل كده. هعلق انا فين? قالك فيه اكتر من طريقة. ممكن اركب كليبس بالشكل ده? ابرع عن كلام ببركبه في البوست. ومن الناحية التانية فيه اي بولت كده او اي هيت. اعلق فيها لايه? الحزام بتاعه. يبقى انا كده حققت حاجتين. الحاجة الاولى ان انا اعلى من الدي رينج. والحاجة التالتة انا انا supported على ايه? على على vertical member. اللود اللوابل عليه عالي جدا. وخلي بالك ده اصغر ده اصغر ارتفاع. انا لو بشتغل على على خمسة فوت مثلا بيديني ستة الاف باون. حاجة عالية جدا يعني. ماشي الحال? فدي وسيلة. الوسيلة التانية ان انا اروح رابط ايه? فيه سترابس بتيجي مخصوصة. بلفها حواليه نفسها وعلق فيها الايه? الحزام. طيب اي مش مانت اسمها وده ممكن يحصل له سلايدينج لتاح. لا اوه بيحصلوه سلايدينج. هو لما بيلف على نفسه بيشد على نفسه زي ما هنشوف هنا كده. الراجل الطيب ده كده. لف استرابه هو وراح منزل الغاصة بتاعته ومعلق الايه? ومعلق الهوك بتاعه فيها. يبقى انا حققت ان انا متدعم بحاجة بتشيل اللود عليها على بتاع البوست شكل قوي جدا. الحاجة التانية ان انا على ارتفاع تعليق اعلى من ايه? اعلى من الدي رينج. طيب. تا كله كان بالنسبة ايه يا جماعة بالنسبة للينيرد. بالنسبة للينيرد. طب انا عايز برضو اشوف وسائل تانية يا بشواندس. انا عندي من 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 الوسائل زي ما شرحنا في الاول. شايفين يا جماعة صغيرة جدا على فكرة. صغيرة جدا. قد المتر اللي هو العشرة متر ده. قد شريط الاياس اللي هو حوالي عشرة متر ده. يا اما بيتحط واحدة هنا وتطلع بلينيرد. اهو. خلي بالك دي بقى بتتسحب الواج بيتسحب عشان كده الهوك قصير يعني. يا اما بتبقى وان بلوك. ها? وان بلوك وطالع منه اتنين لينين. فالحاكتين دول موجودين. طبعا انسي. ومواصفاتها مقسمة ده لنوعين. اه نوع اللي هو كلاس ايه? وده بيدي فري فول ديستانس تو فيت. بيدي فري فول ديستانس تو فيت. مفيش بقى اصلا طول الحزام ده كله قصير. في الحزام النحة التانية احنا كنا بنتكلم على اقل حاجة تقريبا تلاتة فوت اصلا طول الحزام. آآ آآ عشان يوفر آآ الستة فوت فري فول. هنا ال آآ ال سيلف رتاكتنج دي رايس بتوفر لفري فول ديستانس تو فيت. يعني لو انا معلق كده روحت واقع. بعد اتنين فوت ستين سنت هيروح واقف. خلاص? الحاجة التانية كلاس بي. ودي بتعملي فري فول ديستانس لحد كام? لحد اربعة ونصف فوت. ولكن دي كانت بتشيل مية سبعة وعشرين كيلو. تيه الموصفات اللي كانت حطاها انسي. تيه الموصفات اللي حطاها انسي واللي المصانع كانت بتصنع بناءا عليه. ولكن سنة واحد وعشرين حصل أبديت. هيبدأ في ارسوس الجاي ان شاء الله. في شهر تمانية الجاي هيبقى دي افكتف خلاص ده هو اللي ساري واللي شغال. دي هتتلقي. اللي هي كلاس اي وكلاس بي دي. وهنرجع تاني لايه لحاجة اسمها كلاس وان وكلاس تو. طبعا فيه تغييرات كتير حصل في دي علشان كده غيروها لكن اهم تغيير احنا عايزينه انه بقى خلى الكباسيتي مية واربعين كيلو ودي اصلا اللي كانت محددها القوشة. مع الستة فوت قالتلي تحتفظ بستة فوت في فري فول ديستانس وبوزن ما يزيتش عن مية واربعين كيلو. فده اللي عملته انسي في 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 الابديت الجديد بتاع الموصفة بتاعتها قالتلي انا هخلي كلاس وان ده الفري فول ديستانس تو فيت يشيل مية واربعين كيلو وهخلي في فري فول ديستانس سكس فيت اتحقق المية واربعين كيلو. فالحالة دي ايه? ده هيكون افضل معايا. ليه افضل معايا? لأسباب كتير جدا. منها مثلا ان انا هقلل المسافة بتاعت الكليرانس اللي كانت هناك حوالي اه خمسة متر تمانين او حاجة زي كده من نقطة التعليق احنا هنقلل الكلام ده خالص. الكلام ده هيقل معانا خالص وبالتالي نقدر نستخدم النوع ده من البرسون فول ارس سيستم على لفلز اقل على حطات على حطات اقرب للارض من اللينيارد اللي هو اه طول بتاع اللينيارد بتاعه بيكون ثابت حوالي ستة ايه? حوالي ستة اه فوت. طيب. انا عايز اخلي بالي كويس جدا من النقطة دي. لما اجي علق الهوك ده في مكان عالي. اواجه استخدم البلوك الكبير واخد منه هوك وانسى بقى اللينيارد اروح معلق الهوك هنا في الدي رينج. ما نساش واعد بقى ايه? امشي. 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 لان ده معنى ايه? معنى ان انا كأني عامل لينيارد طويل جدا. شوف اللينيارد هنا كأني ده لينيارد مش واير بقى عمالي يتسحب ويروح وييجي. لا ده انا عمال اشد فيه اشد فيه. لما وصل هنا مثلا بتاع ثمانية فوت. ولا حاجة. وبالتالي انا لما اجي ققع هيحصل لي بالشكل ده البندولم افكت اللي انا كنت بكلمكو عليه. هيخليني اخبط في حاجات كتير جدا لان انا هرجع تالي للنقطة بتاعت التعليق اللي كنت عليه. لذلك دايما هتلاقي على الريتراكتينج ديفايس دي. هتلاقي دايما عليها ليبل بيقولك خلي بالك. دايما ما تبعدش عن التعليق الرأسي. زاوية تزيد عن ايه? عن تلاتين درجة. لان كل ما تزيد خلاص ده بيبدأ يطول معاك بقى. اللينيار ده ده او الواير ده اللايف لاين ده بيبدأ يطول معاك. وبالتالي الفريفول هتزيد. والسوينجينج اه ام او فورس هتزيد. فده يؤدي المشاكل اكتر بكتير. طيب. تعال نشوف الراجل ده كده. الراجل ده واقف اهو ومعلق نفسه في ايه? في فوق منه. بس دي فوق منه وخلي بالك عيدي لهو. لو الراجل ده يقع وقع هنشوف كده الفريفول بتاعته عاملة ازاي الفريفول ديستانس هنشوفه هينزل قد ايه من مستوى التانك اللي هو واقف عليه. شفت حاجة بسيطة جدا حوالي اا يعني اقل من نص متر. حاجة بسيطة خالص. تعالوا نشوفه مرة تانية كده. حاجة بسيطة جدا. ده طبعا كل ما الفريفول ديستانس قلت يا جماعة. الفورس اللي واقع على جسم الشخص ده بتقل ما هو لما يقع مسافة طويلة وبعدين يتنتش. النتشة دي كلها بتيجي في جسمه. فكل ما قللت الفريفول ديستانس كل ما جسمه بقى مرتاح مش ياخد صدمة كبيرة. حتى لو لاحزنا ممكن هنا لو ده فيه شوكة بزرعة وممكن ما يفتحش اصلا. لانه ما تعرضش للصدمة اللي تخليه ايه? اللي تخليه بدأ ينجيج ويشتغل. طيب. عايزين نعرف هنا الراجل ده دلوقتي وضعه سيف ولا مش سيف يا جماعة. الراجل ده مركب ديفايس اهو معلقة في عنده. وشديدها هنا على لفل زيرو تقريبا يعني. تقريبا على لفل زيرو واقف هنا على جريتينج منه للقارد. بيشتغل بقى بيصلح حاجة بيعمل بايب راك بيعمل راك هنا حاجة زي كده. بس الراجل ده قاعد. انا عايز احسب بالفري فول دستانس هنا. اشوف هي قدي ايه لو الراجل ده وقع كده. جوه اشتراطات القوشة ولا براها. لو انا بمعلومية مثلا انه ده عندي الارتفاع ده بتاع دي رينج ده لغاية اللي هو واقف عليه. حوالي ستين سنت. والمسافة دي حوالي تسعين سنت. فيقع ولا ما يقعش نعرف ازاي? طبعا القاعدة احنا عارفينها. وزي ما قلنا الكالكوليتور انا هحطها لكم ان شاء الله بعد ما نخلص القاعدة. القاعدة بتقول لي ايه? بتقول لي ان الفول الفري فول دستانس بتساوي. اه طول اللي هو في الحالة دي كام فري فوت بلس زائد. ارتفاع دي رينج عن الارض اللي هو في الحالة دي تو فوت. يبقى اتنين وثلاثة كام خمسة. ناقص. نقطة التعليق. نقطة التعليق اينا كام? تقريبا صفر. يبقى الفري فول كام? خمسة. خمسة فوت. يبقى انا كده جوه السيف سايد ولا لا? اه انا كده جوه السيف سايد. بس محتاج اخذ في الاعتبار حاجتين. الحاجة الاولى ان الراجل ده لما يقع مع مع الاتج دي ممكن بتاع ده يتقطع اصلا. فده ممكن ينفع على سقالة لكن ما ينفعش هنا. على حسب الاتج لان السقالة فيها راوند ايه? ما يقطعش اللاوير ولا ولا ستراب. طب ايه الحاجة التانية اللي اخدها في الاعتبار? انا لسه ده علشان يقف. علشان يبدأ يقف. محتاج تو فوت او. فور بوينت فايف فوت. اللي هو الريتراكتنج اللي بيحصل. بس ده ما بحسبوش. ليه? لان كده بقى دخلت الديسلرشن ديفايس في الموضوع. لكن الفري فول عندي زي ما عرفناه في الاول هي المسافة الرأسية. ما بين مستوى الدي رنج قبل السقوط. ومستوى الدي رنج بعد السقوط قبل ما يحصل للايه? للشوك ابزوربر او للريتراكتنج ديفايس انها هتبتأ تعمل ديسلرشن او تعمل تبطيق للايه? تبطيق للسقوط. طيب خد بالك كمان انه انا في عندي مسافة هنا لازم لازم اترحها. المسافة دي لسه هترحها. فانتاني عند ارتفاع دي رنج اتنين فوت. والطول ده تلاتة فوت. بقوا خمسة ناقص الصفر. يديني خمسة. بس النقطة دي مش هنا. ده الكلام ده لو النقطة دي فين? متعلقة على نفس الايه? نقطة الوقوع كده على على هنا كده. لكن ده لسه في مسافة هي هترح. ليه حوالي مثلا اتنين فوت ونص. حوالي اتنين فوت وايه? ونص. يبقى خمسة ناقص اتنين ونص يبقى اتنين ونص يبقى انا لسه في السيف صيد ما عنديش مشكلة. هل الناس بتاعت السقلات تقدر تستخدم حاجة بالشكل ده على الليفل اللي تحت ده وما بقاش عندهم مشكلة? الاجابة ايه ينفع. فدي طريقة اخرى من طرق الحاجة. طيب. كنا تكلمنا برضو مع مع احد من الزملاء يعني اقترح ان احنا ممكن نعلق لو انا واقف جوة بقى سقالة. ها? اعلق جوة المدريل يبقى فيه عندي كده. مش عارف زهار ارسمة ولا اقا? بس هحاول اعمل كده. اااا لو ده عندي ومدريل وده بوسط اهو. مسلا. بالشكل ده. والام. ماشي والراجل واقف هنا. الراجل واقف هنا كده على السقالة. اهو. وراح جايب الحزام بتاعه. من كده. وراح معلق جوه بدل ما يعلق هنا. راح معلق فين? هنا. في المدريل. راح معلق في المدريل. طبعا انا انا كده ايه? اصرت اللينير. اصرت طول اللينير. فلو جيت وقعت لبرة. لو جيت لبرة كده عدت من فوق الهندريل ووقعت. هيبقى نقطة التعليق. مش على الليفل ده. هيبقى نقطة التعليق على الليفل ده. عشان الحزام هيبدأ يشد ايه? من هنا. فهيبقى طول ده. هو ده طول الحزام اللي هبدأ احسبه. من هنا لهنا بس. بس خلي بالك. في شد ده هيقى على المدريل ده. لفوق في اتجاه ده. في شد هيقى عليه الفوق. في الحالة دي هل الكلامبس دي مصممة للقوة تتحمل قوة الشد الفوق. احنا بنيجي نحط المصورة مثلا لو مصورة الكليبس. لو مصورة الكليبس. بنحط المصورة على الاعدة بتاعت الكليبس. وبنقوم قفلين عليها بالمصمار. فالشد اللي هيحصل لفوق ده في الهندريل هيقى على ايه? هيقى على المصمار. فهل المصمار اللي موجود هنا كده ماسك الرونر في البوست وهنا ماسك الرونر في البوست هل هيقدر يتحمل القوة بتاعت النتشة اللي هتحصل دي ولا لا انا شخصيا مش عارف انا شخصيا مش عارف لكن انا انا بفضل انا بفضل حاجة من اتنين يا اما ان انا روح معلق نفسي في البوست هنا على نقطة اعلى برضو من الدي رينج او على نفس المستوى يا اما علق نفسي على الهندريل اللي الجوه اللي وراه عشان اقصر مسافة الايه اقصر مسافة آآ اللينيارد وبالتالي اقل لفري فول وحقق الاشتراطات بتاعت الايه الاشتراطات بتاعت الايه الاشتراطات بتاعت بتاعت البوشي شكرا ارجو بس ما كنش طاولت عليكو ما كنش طاولت عليكو قوي اخر جزء بس هتكلم عنه يا جماعة علشان برضو ما كنش يعني في حاجة ما قلتهاش متعلقة بالموضوع ده الاول هنا في عندي في اوشا صبرت ام الاوشا اكدت على الموضوع ده يا جماعة احنا مجي بنقول كلام يعني من دماغنا ده الاوشا اكدت عليه الاوشا بتتكلم عن حاجة اسمها free fall consideration يعني الاعتبارات المتعلقة بموضوع free fall قالتلي and the employee should at all times be aware that a system's maximum arresting force is evaluated under normal use condition established by manufacture يعني الصدمة اللي بتقع على جسم الانسان لما ييجي يقع ده متاخد في الاعتبار عند المصانع اللي بتصنع ال personal full arrest systems كلها على انه اساس بيقول لي and in no case يعني ما فيش اي وقت من الاوقات ولا موقف من المواقف ولا سيناريو من السيناريوهات ينفع اننا ايوز in no case using a free fall distance in excess of six feet ما ينفعش free fall distance تتعدى باي حال من الاحوال ايه السيكس فيت ليه قال لي a few extra feet of free fall can significantly increase the arresting force on the employee possibly to the point of causing injury يعني هو عامل حسابه المصنع والانسي عاملين حسابه من انا لما اجي عامل personal full arrest system والراجل يسقط سقوطا حرا لحد six feet انا محقق الليمت بتاع ان جسمه يتحمل ال arresting force اللي هتحصله لو سقط في مسافة اكبر من كده هيقع على جسمه force او قوة لا يتحملها الجسم بشكل كبير هيترتب عليها اصابات بقى لل inner organs الاعضاء الداخلية في الجسم وهكذا ماشي الحال فنخلي بالي من المقطة دي كويس او طيب بيقول لي attaching to the working surface will often result in a free fall greater than six feet لو انا علقت الحزام علقت الهوك على مستوى الفوت ليفل على مستوى البلاتفورم اللي انا واقف عليه تحت مني يعني اصده often results in a free fall greater than six feet غالبا هيبقى free fall طبعا اكتر من 6 feet for instance وبدأ يشرح لي يعني بمثال نفس الكلام فهنا بيقول لي ايه another important consideration اعتبار تاني مهم جدا غير موضوع الفورس اللي هتقع على الشخص لو ال free fall زادت عن ستة بيقول لي خلي بالك فيه اعتبار تاني لازم اركز فيه ال arresting force which the full system must withstand ما هو الفورس دي جزء منها بيشيله الجسم وجزء منها بيشيله personal full arrest system بيقول لي ان الفورس دي جزء منها بيشيله الجسم جسم الانسان وجزء منها بيشيله personal full arrest system فالمصانع بتصمم ال person full arrest system انها تبقي جزء الجسم يقدر يتحمله الوش قالتلي ان الجسم يقدر يتحمل لحد الف وتمنمائة باوند فورس فالمصانع بتبدأ تصنع الحزمة على الاساس ده ان هي تبقي للجسم الف وتمنمائة وفيه مصانع بتصنع انها تبقي للجسم تسعمية بس 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 كلهم بيقولوا ايه ان الماكسيمان free full distance هي ستة فت طب ليه عم طب مانا كده تسعمية يبقى انا لسه عندي تسعمية تانين مطول free full شوية قال لي لا خلي بالك ده ممكن هنا بيقول لي هو القوشة بتقول another important consideration is that the arresting force which the full system must withstand اللي لازم السystem نفسه يتحملها goes up بترتفع with greater distances of free fall possibly exceeding the strength of the system يعني ممكن القوة الزيادة اللي اللي جاية من ان free full اكتر من ستة فت تأثر على مكونات السيستم نفسه تلاقي كارابينر تضرب تلاقي ويرت قطع تلاقي اي حاجة تحصل تب يقول لك انا عندي اعتبارين القوة اللي هتقع عن الجسم ما ينفعش تتعدى الف وتنمية والقوة اللي هتقع على ال personal full arrest system كمان ما ينفعش تتعدى ايه التحمل بتاع مكونات هذا ال personal full arrest system لذلك في عندي هنا وهو حزام ده الشوق absorber بتاعه ها لو احنا لاحظنا هنا يا جماعة هنلاقيه بيقول لي ايه بيقول لي ان ال maximum arresting force 900 يعني الفورس اللي هتقع على البني ادم لو بيستخدم النقطة من الحزام 900 بس اصلا القوة ايلى لغاية 1800 ده معناه ان احنا نزود ال free full لا المصابنع برضو جاه هنا وقال لك ايه خلي بالك اللينف اللينف بتاع الحزام برضو 6 فوت اهو بس هنا بيقول لي ايه بقى تعال اقرأ كده بيقول لي ال maximum free full distance 6 فوت برضو 6 فوت يبقى هو تحت الشرط بتاع 1800 باوند ما عندوش مشكلة هو محقق 900 بس فهم سيف الراجل بالزيادة ومع ذلك ما قالكش طب انا بقى هزود ال free full عن 6 لا ملتزم برضو بالايه بال 6 فهم حددلك برضو ان انا لازم ملتزم بالاتنين طيب علشان بقى ما كونش فوت حاجة القوشة جينرال عندها كلام تاني القوشة جينرال عندها كلام تاني القوشة جينرال قالت ايه بقى قالت نفس الكلام اللي قالته ان لازم التزم بان السيستم ده يبقى متعلق في نقطة بحيث ان ال free full ما تزدش عن 6 قدم وانه ما يخبطش ايه اي lower levels ولكن القوشة جينرال قالت لي a free full يعني سقطة حرة يعني may be more than 6 feet ممكن تعدد 6 feet provided the employer في حالة ان ال employer او صاحب العمل ادري demonstrate يورينا evidence ان المانيفاكتورر المصنع صنع السيستم بتاعه بحيث يسمح ب free full اكتر من 6 feet ويكون ده tested السيستم ده تم اختباره بحيث ينشور يأكد ان الماكسوم arresting force اللي هتقع على الشخص ما تعديش ال 1800 pound force يبقى القوشة جينرال قالت كلام تاني قالت مفيش مشكلة ان انا عدي 6 foot بس حطت restrictions قوية جدا ايه هي ان الراجل او الشركة اللي هتستخدم النوع ده من ال personal full arrest system لازم توريني ورقة شهادة من المصنع بيقول لي انه مسموح نعدي ال personal full arrest نعدي ال free full distance اللي هي 6 foot لحد مثلا كذا 8 foot 9 foot 7 foot وانه يكون عمل testing للموضوع ده وبيؤكد انه لا يزال ال personal لا يزال ال arresting force لم تتعدى اللي هتقع على الشخص يعني لم تتعدى ال 1800 pound force طبعا احنا بنشتغل في ال construction احنا بنشتغل على regulations تاعت ال osha construction ومع ذلك زي ما احنا شايفين كده المصنعين موفرين 900 بس يعني بيوقع على الجسم 900 بس مش 1800 ومع ذلك لا يزالوا ملتزمين بموضوع الايه بموضوع ال free full distance of 6 feet انا حبيت بس اجيب النقطة دي بحيث ما يكونش في حاجة ايه ما قلنهاش طبعا ال free full distance calculator زي ما قلت كده ان شاء الله بعد ما نخلص ال live هنحطها في اول comment على طول سواء عندنا او عند بشمهندس بشمهندس اسلام انا مش عارف اعرف اخد منكم اسئلة ولا لأ لان انا يعني ممكن اوقنا في الشيء بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم انا انا شايف كده اهو لو في اي حد عنده اسئلة يا جماعة معلش انا اسف مش هقدر يشوف كل الحاجات اللي فاتت مرة تانية اه لو في حد هيكتب اي اسئلة انا 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 تحت امركم انا موجود معه انا comunque انا هبص على التعليقات سريعا كده على ما تكتبو الاسئلة عشان ما كنتش نسيت حد اسم ده. مهندس ساري. احنا الجزء ده قلنا يا هندسة. احنا قلنا الجزء ده. الموضوع يعني جاب جزء من القوشة اللي بيتكلم على انه المفروض يوفر ايه دوره انه هو اللي يحدد بقى بتاع انه احنا يا ترى نقدر نخلي الناس لي تلبس حزام امان ولا لا. يعني انا انا شخصيا كان واحنا وانا وانا في بنحضر كورس من الكورسات من معهد السعالات الامريكي اصلا بتاع المعهد كان بيقول انا شخصيا ما بلبس حزام راجل عنده راجل عجوز يعني. قولي انا ما بلبسش حزام. وهو بيشتغل يعني. احنا احنا طبعا ما بننصحش بدأ يا جماعة عشان بس برضو ما حاجش يفهمنا غلط انا بس حبيت ان انا. آآ آآ كل حاجة يعني نبقاش ناسين حاجة او بنهم الجزء او في حاجة الناس مش واضحة بالنسبة لها. لا القوشة قالت ان ده مسموح بيه. القوشة قالت ان ده مسموح بيه. فاحنا مع القوشة لو احنا نقدر ناخد اكتر طالما ده مش. انا قلبس راجل ومش هيعرضه كل الخطر ماشي مفيش مشكلة. احنا زي ما عارفين كلنا طبعا مش محتاجين انا اقول الكلام ده ان القوشة بتدي المينموم ريكوائرمنت اللي ما ينفعش اتعداها. لكن انا ينفع ازود عليها زي ما انا عايز. فده طبعا بيختلف بقى بالشركة اللي انت اشغل فيها. الناس اللي بتشتغل خبراتهم. هل انت اصلا عندك حد كومبتن بيرسون يقدر يقيم فعلا الناس دي بتعرف تشرب بحزام ولا لا كل ده يعني ما كنتش محتاج ان انا يعني اتكلم فيه بالتفصيل لا يعني اكيد كلنا عارفين الكلام ده. فانا ما بدعوش الناس طبعا انها تطلع على السقلات يشتغلوا من ريح حزام. لا طبعا. بس بقول ان ده ممكن. ده مش ممنوع بحسب القوشة. وطبعا ده يختلف بقى بحسب المكان يعني انت في مصر برا مصر لو في قوانين بتحد من ايه من الموضوع ده او بتلزم الناس انها لا لازم تلبس حزام امان خلاص يبقى لازم تلبس اه ارجو ان انا الحلول اللي احنا حطناها تكون كانت برضو تنفع تساعد في في موضوع وبخاصة يعني الناس اللي بتشتغل في السقلات لانه اه ما بيلقاش حاجة يعلق فيها فاحنا قلنا كازا حل ممكن يستخدمه اه وينفع ان شاء الله. بالضبط يا روشانس طالما لا يسبب مخاطر اكتر. ومين اللي بيحدد ان ده يسبب مخاطر اكتر ولا اقا مش احنا اللي بيحدد ده اكوردينج للقوشة الكمبيتنت بيرسون اللي بيعينه. طيب بسم الله. في اي اسئلة تانية. هل هل يلتزم بارتداء الحزام في حالة وجود مبنى وبه هندريل وندريل اختفاعه من ستة لسبعة متر والعمل داخل مبنى فقط احنا قلنا بش ماندس اه بش ماندس رفعت انه انه هي القوشة اصلا بتقول لي ان انت تقدر تستخدم احنا قلنا احنا قلنا في اول اللايف ايه الحالات اللي انت لازم تستخدم فيها دول مفيش غيرهم. دول مفيش غيرهم. دول اللي لازم. لكن السؤال بقى انا عندي هندريل وميدريل. او عايز البس حزام ينفع? اه ينفع. سابطيوب. ما حدش هيقدر يقولك لأ. تمام? مفيش حد يقدر يمنعني. لكن ليس الزاميا. طالما فيها هندريل وميدريل يبقى ليس الزاميا. طيب. فيه بس نقط انا مش هتكلم عنها يا جماعة. بش ماندس اه ابو ايهاب. بيقول لي حالات الاستغناء عن الشوك ابزوربر. ده موضوع ممكن نعمله لايف لوحد. الحاجة التانية اللي انا ما اتكلمتش عنها النهاردة خليكم فاكرين الشرط التاني اللي حطيته اوشا. احنا كلمنا بس عن الشرط الاولاني اللي هو اه كان فيه شرط تاني لو تفتكه وهو ايه? ان الشخص ده ما يتخلطش في حاجة تحت منه. ده موضوع تاني خالص هياخد بقى ايه? يعني ممكن ياخد محاضرة تانية خالص نبدأ نتكلم فيها عن الحسابات وازاي نعمل الكلام ده. طيب. اعتقد اه يعني ممكن لو فيه اسئلة تانية مشكورين بقى احطوها على اللايف. انا هجمعها ونشوف ازا ممكن نعمل ده في محاضرة تانية نلمي فيها كل الاسئلة دي. طالما هي مش متصلة بموضوع اللايف اللي هو يعني. انا مش شايف اي اسئلة تانية. اه ارجو من الله ان اكون يعني وفقت في اه في اللايف ده النهاردة وانه يكون افد اه بعضكم او او كلكم. وان شاء الله لو في اي حد عنده اي اسئلة اكون ممنون جدا وشكر جدا لو كتابها على في تحت امركم وربنا ينفع بيكم وينفعنا رب جميعا ونلقاكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.